برح دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عمل اجتماع بحضور عدد من نواب البرلمان لمتابعة ملف إجارات الأديمة بهدف الوصول لصيغة تعيد التوازن بين المالك والمستأجر وأكد مدبولي على ضرورة تحقيق التوازن بين أطراف العملية الإجارية طبعا ده بهدف الوصول لصيغة عادلة في الوقت نفسه نقدر نراعي البعد الاجتماعي ومرعاة الفئات الأكثر احتياجا وإتاحة فترة انتقالية لتوفيق الأوضاع لسه مستمرين في رصد أخبار مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي إمبارح استعى رد ملفات عمل الجهاز الإداري للتنظيم والإدارة وموقف تدريب الموظفين اللي يتم انتقالهم للعاصمة الإدارية الجديدة وخلال الاجتماع تم التأكيد على أن حجم الموظفين اللي تم تدريبهم لحد دلوقتي 71 ألف موظف في مجالات أو في مجال مهارات التواصل وإدارة الوقت وروح الفريق إلى جانب التدريب على البرامج التخصصية وده لتحسين تقديم الخدمات للمواطنين رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي كمان استقبل مبارح مصطفى غالب محافظ البنك المركزي العراقي وقال رئيس الوزراء أن مصر جاهزة للبدء الفوري في تفعيل التعاون المشترك بين البلدين وتنفيذ المشروعات الخاصة بإعادة إعمار العراق واللي سبق التشاور بشأنها زي ما احنا عارفين أن ملف توطين الصناع من الملفات الكبيرة اللي بتوليها يعني الدولة اهتمام شديد وحطاها على رأس أولويتها عشان كده مبارح ترقص الدكتور مصطفى مدبولي اجتماع تبع فيه الخطوات الخاصة باستراتيجية صناعة السيارات في مصر وأكد على ضرورة التوافق لخريطة الطريق وده خريطة الطريق للخطوات التنفيذية الاستراتيجية والإعلان عنها خلال هذا الشهر وده تنفيذا لتوجهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بأهمية العمل على توطين صناعة السيارات وتطوير الصناعات المغذية لها كمان كان فيه اجتماع مبارح للرئيس الوزراء تابع فيه موقف تنفيذ قرارات نزع الملكية وتعودات الخاصة بالمشروعات أو مشروعات الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية وأكد على أن الحكومة تستهدف الإسراع في تنفيذ هذه المشروعات ودخولها حيز التشغيل في أقرب وقت ممكن وتم خلال الاجتماع التأكيد على توفير الاعتمادات المالية المتعلقة بالنزع الملكية والتعودات المطلوبة يعني المعلومات الخاطئة وحرب الشائعات دايما مستمرة وما بتخلص عشان كده المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نفى مبارح الأخبار اللي ترددت حول إصدار قرار بمد أجازة نصف السنة لمدة أسبوع علشان تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا المركز تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي ووزارة التعليم العالي أيضا ونفو كل الكلام ده وقالوا أنه غير صحيح تماما والمنشور المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي مزيف وأجازة نصف السنة هي أسبوعين فقط زي ما هي وهتبتدي في موعدها من 5 فبراير وهتخلص في 17 فبراير